يوم 4 ديسمبر 2018 الأمن في مصر يكشف عصابة أو تقدر تقول مافيا شبكة كبيرة الشبكة دي متخصصة ببساطة في نوع من الجرائم بيمس بشكل مباشر كل بيت في مصر وبيأثر على سوء يعتبر من الأسواق الرئيسية في الاقتصاد مش كده وبس ده السوء ده يعتبر أمن قومي وفتيل أمان للأسواق التانية المافيا دي كانت متخصصة في صناعة الذهب المخشوش وتسويق وعلى أساس إنه ذهب سليم كمان المافيا دي كان لها فروع لتسويق الذهب ده في المحافظات الأقطر إن العصابة دي كانت متخصصة في جرائم التزوير وهنا الخطورة لأنها مش بتزور أي حاجة دي بتتلاعب وبتزور أختم الدولة الرسمية الخاصة بدمغ الذهب بحيث يغش الذهب وكمان يختمه فيظهر لك أنت كمواطن إنه ذهب عادي وكمان سليم حجم المضبوطات تجاوز حوالي 25 مليون جنيه ده غير كميات ضخمة من الذهب المخشوش وكمان أختمت قل ده الحادثة دي تعتبر هي الأطخم حديثا أو على الأقل في آخر عشر سنين فيما يخص سوء الدهب المصر وبصراحة فتحت باب جهنم على تجار الدهب كلهم لأن وقتها الحكومة في مصر أخذت قرار بيشكل صدمة كل تجار الدهب والورش والمصانع المتعاملة في سوء الدهب مش كده وبس ده كمان هيكون أثر القرار ده أصعب على المواطن اللي بيتعامل في سوء الدهب في مصر لكن القرار في حد ذاته أكتر تنظيم للسوق الأهم في مصر وبدأت مصلحة الدمغة والموازين في مصر بتجهيز النظام الجديد اللي ببساطة هو تغيير نظام الختم والمعايرة التقليدي للدهب بحاجة اسمها البركود إيه بقى قصة البركود ده وبيشتغل إزاي؟ ومين هي مصلحة الدمغة والموازين اللي قاعدة تلعب وتعاير في الدهب دي؟ وهو الدمغة الأديمة عيوبه إيه وعشان نغيره؟ السؤال الأهم مصير الدهب الأديم المدموغة عادي بتاعنا إيه؟ طب مصير الدهب اللي منشتريه من بره مصر وإحنا جايين إيه؟ الأهم بقى الدمغة الأديمة دي هتأثر على السعر لو جينا بيع الدهب الأديم بتاعنا مثلا كل ده وأكتر هنحكي فيه مع بعض النهار ده بس في الأول حضر خمسينة الشاي بتاعتك ويلا بينا أنا محمد أبو عاصي ودي خمسينة اقتصاد قبل ما ندخل في تفاصيل موضوع حلقة النهار ده حابب أقولك إن الدهب مش سوء استثماري طلاقا يا مدير ده حاجة بنسمع عند دهب الافتصاد وعائد دخاري يعني محفظة بتحفظ فيها فلوسك بنفس قيمتها بس واللي بيشتري دهب أو بيجمد البنكينات والفلوس الكاش يعني اللي معاه في دهب بيكون قصده يحفظ قيمتها بس وممكن ممكن تظن إنك بتحقق مكسب بسيط نتيجة فرق السعر اللي انت شاري بيه عن السعر اللي هتبيع بيه لكن في الحقيقة هو مش مكسب إطلاقا هو قيمة فلوسك أو اللي مفروض تكون عليه لو الأسعار ما زادتشه في الضبت وعشان كده الدهب ملاز قامن وأفضل محفظة تحط فيها فلوسك كمان قبل ما نغوط قوي في موضوع حلقة النهار ده عايز ألفة نظرك لمجموعة أرقام مهمة جدا لازم تكون على دراية بيه حجم الدهب المدموخ في السوق المصري سنويا حوالي 65 طن الأعيار الأكتر طلب بالنسبة للمصرين هي عيار 21 وعيار 18 كمان بنستولد من الخارج حوالي 37 طن ده مصر تمتلك يا مدير احتياطيات من الدهب حوالي 8 و 6 من 10 طن وده بيشكل 11 و 9 من 10% من إجمال احتياطيات البنك المركزي لمصر يعني مقيمته 4 مليار 239 مليون دولار لازم تعرف أن البنك المركزي عندنا في مصر وفي أي منطقة بالعالم بيأمن نفسه بنوع احتياطياته شوية دهب مع شوية دولارات مع شوية ين ويورو استرليني وكمان يواند ده غير سنداته وإزون خزان ودي حاجة معروفة في عرف البنوك المركزية في العالم كله مصري كمان عندها خطة الرفع احتياطياتها من الدهب والتعمق في صناعة الدهب واستثماراته وكمان إرادات بالمليارات بتستهدفها مصر من القطاع ده ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الخطة دي ممكن تشوفوا الفيديو اللي هيظهر جانبي ده واللي هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو سمعة الدهب عندنا في مصر كاستثمار أو كمغزل للقيمة حلوة أوي لدرجة أن حجم المعروض من الدهب أو حتى اللي تحت البلطة حوالي 3 تريليون جنيه وقبل ما تشكك في الرقم أو حتى تستدخمه أحب أقولك أن حجم الاستثمار في قطاع الدهب سواء التصنيع أو التجارة حوالي 10 مليار دولار طبعا الأرقام دي من حقك تشكك فيها لأن الحقيقة أكتر من كده بمراحل وللعلم مفيش إحصائية واضحة أو دقيقة بكميات الدهب اللي تحت البلطة ويمكن كمان اللي في السوق ولا كمان القيمة الفعلية للدهب ده يعني لو حبينا في يوم من الأيام مثلا نفرض ضريبة على الدهب ده مش هنعرف لأن بصراحة ما عندناش قاعدة بيانات واضحة بتقول الناس في إيديها كام ولا بتمتنك كام عايز أقولك كمان يا مدير أن الدهب هو أسهل طريقة غسيل الأموال لأن ببساطة وإنت رايح تشتري دهب محدش بيقولك أصل الفلوس دي منين بس قريب قوي هيتقالك أصلها وفصلها منين إزاي بقى أنا هقولك كنا من أسبوعين بكلمنا بخمسينة اقتصاد عن الدهب المخشوش وقلنا أن فيه أزمة محدودة في سوق الدهب وبتتكرر من وقت للتاني زي هوجة كده أو موضة أنه يظهر فجأة الدهب المخشوش تحصل عمليات نصب كتير وبعدين يختفي فجأة ويرجع يظهر تاني وده ببساطة بيسبب خسائر كبيرة ممكن تصل للملايين للشركات وكمان المحلات وبالتبعية العميل أو المشتري طبعا مع تطور التكنولوجي الدولة ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين عملك حاجة تصبط بها سوق الدهب ده اسمها البركوت شوف يا سيد في البداية لازم تعرف أن مصلحة الدمغة والموازين دي هي هيئة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عندنا هنا في مصر لها وظائف كتير اللي يهمنا هنا هو أنها بتقوم بفحصه وتحليل ودمغه وكمان مرأبة المشغولات الدهبية والفضية والبلاتينية اللي بيتم تدولها في سوق المعادل السمين عندنا هنا في مصر وده طبعا منعا للغش والتلاعب حتا كده على الماشي لازم تعرفها القانون اللي بنظم عمل الهيئة دي من أقتم القوانين في مصر لا مش في مصر وبس ده منطقة الشرق الأوسط كلها وده لأن مصر من قديم الأزل بتتعامل في سوق الدهب حتى أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات الدهبية في مصر صدر في يوليو سنة 1847 وده تضمن تحديد عيارات الدهب والفضة وكان تطبيقه اختياري وفي سنة 1916 صدر قانون رقم 19 وأصبح بموجبه دمج المصوغات الدهبية إجباري وفي سنة 1936 تضمت إدارة الموازين لإدارة المصوغات وتسمت مصلحة دمج المصوغات والموازين طيب إيه بقى قصة البرقود ده؟ في الفترة الأخيرة هتلاقي تصريحات كتير من تنجار الصغة بتقول أن نسبة الدهب المخشوش لا تتجاوز 1% ولما وقعوا في بعض قالوا أنها من 5% إلى 10% لكن النسبة الحقيقة حسب وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي 8% يعني 8% من الدهب اللي في السوق مخشوش ده غير أن فيه حاجة اسمها مسابك بيري السل اللي بتعمل دهب مخشوش يكون نسبة النحاس فيه عالي والدهب قليل وكمان يحطه دمجات الشركات والورش عليه وطبعا بيبيع لحضرتك وحضرتك تدغش وما تكتشفش ده إلا لما تروح الصغة المعروفة وعشان تبيع أو تغير اللي زاده كافة أن فيه ورش ومحلات بدأت تلعب اللعبة دي على بسيط ودي معلومات أمنية على فكرة ده خلت دولة تعمل نظام البركود البركود أو نظام التكويد للمشغولات الزهبية بالليزر هو أن كل مشغول زهبي قبل خروجه من المصلحة وطرحه بالسوق هيكون ليه رقم كودي والرقم ده هيكون مسجل فيه عيار المشغول وبيانات المصنع وإنت تمت عملية الدمج هيكون شبه الشورة اللي بنشوفها على أكياس الحاجات اللي بنشتريها وده بمجرد ما هتحطه قدام مسدس الليزر بيطلع لك على شاشة المسدس الدهب تمصنوع إمتى وتابع شركة إيه ووزنه كام ونسبة النحاس والدهب فيه كام ومين التاجر ورخصته والسجل التجاري والبطاعته الدربية وكمان اسم الزبون المشتري لأنك أول ما هتشتري التاجر هيديك فاتورة وهيسجل اسمك على نظام الإلكتروني في الكمبيوتر عنده وده هيسمح في مصلحة الدمغة والموازين يعني متلعبين يا عمنا ما حد شخص الفلوس هو في الدهب بقى طيب لما يقوم المواطن بإعادة بيع الدهب لأي تاجر التاجر هنا أو الصائغ هيقوم بتسجيل عملية البيع وده خطوة مهمة لأسباب كتير أولا هتقلل عملية سرقة الدهب لأن ما فيش أي مواطن يقدر يبيع حتة الدهب من غير ما تكون متسجلة باسمه على النظام الإلكتروني ده كمان موضوع غسيل الأموال عن طريق الدهب هيقل لحد ما هيختفي خالص الأهم بقى أن الدولة هيكون عندها قاعدة بيانات بكل حتة الدهب في السوق جاية منين ورايحة فين وحجم الدهب اللي في إيد الناس قد إيه حد يسألني بقى ليه الدربكة دي هو الدمغة القديمة وحشة ولا أسرت في حاجة شوف يا سيد الدمغة القديمة كان بيتم دمغها بألم بيطبع به الدمغة على المشغول الدهبي وكان من ضمن أيوب الألم ده أنه بيعمل أيوب في بعض المشغولات الدهبية وكمان سهل أنه يتقلب وعشان كده اقترحت المصلحة التكويدي المشغول بالليزر وده منعا لعملات الغش وهنا لو حضرتك روح تتبيع دهب ولأن اسمك مش هو اسم المالك من بطاقتك هتلبس أساول واعتي وتروح في دهب وطبعا لما بتتسرق بتروح تبلغ الشرطة وتاخد المحضر وتطلع على مصلحة الدمغة والمازين توقف التعامل على الدهب ده وبالتالي هتسمع في السيستم عند محلات الدهب طبعا النظام الجديد ده يخلي مصلحة الدمغة والموازين تقدر تكشف في أي وقت على المشغولات الدهبية وكمية المشغولات الدهبية الموجودة عند المحلاته في الصاغ وتعرف كل بياناته وتعرف كمان أنه تم الدمغ بالمصلحة ولا لا موقوله مربوط بسيستم حضرتك ومتسطب على جهاز كمبيوتر في الصاغ وفي المصلحة طب بالنسبة للدهب اللي هنشتريه من بره مص وضعه إيه؟ ده محلوله يا مدير في مكتب لمصلحة الدمغة والموازين بالجمارك هتدمجه ليك بناء على الفطورة اللي معاك اللي امتشاري بيها من بره وللعلم من الآخر كده سعره هيقل الشوية لما تيجي تبيعه في مصر لإنه مجهول الأصل أو المصدر المصلحة عندها فنيين في جميع المنافس الجوية والبحرية والبرية للكشفة على كل الأدوات اللي بتتعلق بالقياس والوزن والمعايرة والكل ومدى من طبقتها بالمواصفات القياسية المصرية كمان هيكون فيه رقبة على بتوق الصاغة وعشان نتخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم لو كانوا مخالفين حد يسألني وقول لي يا عاصي وضع ذهبنا القديم ايه؟ ولا حاجة هتتعامل بالفطورة لحد ما يحصل عملية إحلال وتجديد لكل المصوغات القديمة اللي في السوق يعني لو هتبيه حاجة قديمة تقدم فطورتها تدخل محل الصاغة تروح مع الحاجات اللي هتتسيح وترجع بالشكل الجديد وده مش هيقصر على السعر في حاجة في الأول بس بعدين هيقصر لإنه هيصنف على إنه ذهب قديم مخشوش أو متلعب فيه إمتى بقى هنطبق النظام الجديد ده وتكلفته كام؟ نظام التكويد هيتعم على جميع المشهولات الدهبية مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله وطبعا الدولة حاليا بتحدث أجهزة المعايرة وبتستغنى عن الأجهزة القديمة تماما وكل تاجر هيروح يستلم جهاز بمبلغ لسه متحددش الصراحة أو ما تمش الإعلان عنه بس تكلفة المشروع كله حوالي 100 مليون جنيب شكل مبتالي لحد هنا أنا كلامي خلص لكن الكلام عن الدهب ودمغة الدهب والبركود الجديد لسه مكمل معا وأتمنى تكوني استفدت من الحلقة الخدمية دي في النهاية هميني ومتبعتكم على قناة خمسين تقتصاد على الفيسبوك واليوتيوب بنفس العنوان ولو عجبك الفيديو بتساش تعمل لايك وشيري لو بتشوفنا على الفيسبوك أو سابسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب ومتساش تشوف المصاري اللي هتلاقي في وصف الفيديو شكرا لكم سلام عليكم